مثال رقم 10 رقم ايه بيقولي احسب قيمة الفا اللي تخلي التوصيل ده صحيح يعني انا عندي دايرة بالشكل ده عايزين نحسب قيمة الفا اللي هي القيمة دي اللي تخلي التوصيل او الدايرة دي صحيحة طيب عشان تكون الدايرة دي صحيحة لازم يمر فيها نفس الطيار قعد عم اي دايرة فيها عناصر متوصلة على التوالي لازم الطيار اللي يمر فيهم يكون واحد يعني لازم الطيار اللي يمر هنا هو نفس الطيار اللي يمر هنا هو نفس الطيار اللي يمر هنا لأن العناصر كلها متوصلة على التوالي يبقى لازم يمر رسول نفس الطيار طيب أنا عندي مصدرين للطيار أو 2 current source واحد 15 أمبير independent current source واحد ثاني independent current source alpha Vx فعشان تكون التوصلة دي صحيح لازم الاتنين دي يساوي بعض يبقى أنا دلوقتي لازم أساوي الـ 15 أمبير لازم هي كمان تساوي إيه لازم تساوي الـ alpha Vx مش بس كده ده لازم يكونوا الاتنين في نفس الاتجاه بس الاتنين هنا عكس الاتجاه يعني واحد في الاتجاه ده وواحد في الاتجاه ده لأ أنا عايزهم يكونوا متساويين وفي نفس الاتجاه فهضطر حط إشارة سالب تمام طيب تمام الـ Vx بقى بكام الـ Vx هو الفولت على الـ Vx هو الفولت من هنا لهنا اللي هو نفس الـ 25 بس تسالب موجب يعني الـ Vx هنا بتساوي سالب 25 يعني إيه لو مش واضحة بنسبالك أنا عندي هنا الفولت الصورس ده بـ 25 وده اتجاهه وعندي الـ Vx عليه في عكس اتجاهه تمام فعشان كده الـ Vx بتساوي سالب 25 لو كانت الـ Vx بنفس اتجاه السورس يعني لو كانت الـ Vx ده الموجب بتاعه ده سالب ده الموجب بتاعه مع الفولت الصورس وسالب بتاعه مع الفولت الصورس كنا في الحالة يقولنا الـ Vx بيساوي موجب 25 لكننا عشان مختلفين في الاتجاف وقلنا VX بسالب 25 طيب أنا ممكن أشيل VX من هنا وحط مكانها إيه وحط مكانها سالب 25 طيب السالب اللي جوه مع السالب اللي برا هيبقى موجب سالب في سالب موجب يبقى إذن الـ 15 هتساوي ألفا في 25 فمنها الألفا هتساوي 15 على 25 يعني هتساوي كم بقى هتساوي 3 على 5 يبقى الألفا بتساوي 3 على 5 ده كده المطلوب في رقم E تعال نتأكد اللي احنا عملناه في رقم E ده صحيح تعال نرسم الديارة تاني هنا أنا عندي هنا وخمستاشر أمبير ده كده عبارة عن وعندي هنا وقنته هي وقنته هي ألفا VX طيب احنا جبنا قنت الألفا بتلاتة على الخمسة يبقى تلاتة على الخمسة في VX تلاتة على الخمسة VX احنا جبنا قيمة الألفا خلاص تمام وعندي هنا وي سالب موجب وقيمة VX وي قيمة الفولت السورس ده ب25 طيب تعال برضو نشيل VX ونحط قيمة ما احنا عندنا VX اللي كان ب25 فممكن نشيل VX أو سوري ال VX بسالب 25 ده إنها بنفس قيمة الفولت السورس ده بس في عكس الاتجاه يبقى أنا ممكن نشيل VX هنا ونشيل قيمة اللي هي سالب 25 طيب ثلاثة على الخمسة في سالب 25 على الخمسة فهل واحد على الخمسة فيها السالب خمسة خمسة في ثلاثة بسالب 15 يعني ممكن نشيل كل ده وحط مكانه وسالب 15 سالب 15 يبقى سالب 15 في الاتجاه ده فأنا لو غيرت اتجاهه وخليته الاتجاه ده هيبقى موجب 15 اللي هو فعلا نفس اتجاه الطيار ففعلا هلاقي إن أنا عندي الطيار كل واحد بخمسة بمير بيمر في نفس الداية تمام لإن إحنا عندنا سالب 15 في الاتجاه ده يعني خلينا برضو اركز على الحتة دي لو أنا قلت لك إن أنا عندي كارنت سورس ماشي في الاتجاه ده وكمته 15 أمبير هو نفسه نفسها بالزبط لو قلت لك أنا عندي كارنت سورس في الاتجاه ده وكمته سالب 15 الاتنين دول مكافئين لبعض السالب بيلغي الاتجاه تمام فكده بقت الدايرة مزبوطة وتأكدنا أكتر كمان إن هي مزبوطة طيب نرجع بقى كل حاجة زي ما هي عندي هنا واتفقنا إنه قيمته بقى ألفا اللي إحنا جبناها بـ 3 على 5 يبقى 3 على 5 فيه VX طيب رقم بي بيقول لي احسب يعني أنت حسبت ألفا خلاص وجبتها تمام بعد كده إحسب بقى الباور اللي إنمرتبطة بالـ 25 فولت السورس أحسين نحسب الباور اللي على 25 فولت السورس اللي هو الباور اللي مجابة لو الطيار داخل العنصر من الطرف المجب وسالبة لو كان داخل العنصر من الطرف السالب فانا عندي هنا الطيار اللي هو 15 امبير داخله من الطرف المجب فهيبقى القانون ده هيبقى مجب V في I يعني هيساوي V نفسه ب25 في الطيار اللي هو ب15 25 في 15 ب375 واط الاوب القادر من بوضع هنا طبعا القانون سالبة هي بلا اي 18 واط بسالبة ال Graham 545 واط والسالب كانت تروح مع السالب و 15 في 25 كانت بمجاب تلبت 175 وط فسواء استخدمت ان الطيار داخل من هنا بسالب 15 او الطيار داخل من هنا بمجاب 15 الاتنين هيدوك نفس النتيجة زي ما احنا شايفين بدا كده حل رقم 10